في موظف في مستشفى الأسر العيني تابع المستشفات الجامعية معرفش عنده عنده مشكلة بقى النفسية أو حاجة يعني معرفش موظف جاب زيت والمقاعد الكراسي بتاعة المنتظرين يعني واحد رايح مع أبوه مع أمه مع أخوه وحده مع جوزها الناس الهالينة يعني اللي بيروحوا بيروحوا الأسر العيني عشان يكشفوا أو يتعالجوا أو غيره فبينتظروا على الكراسي بيقعدوا على الكراسي أو يعني ده مكان انتظار قدامنا يعني شايفين في الصورة قدام الانتظار بتاع أهو فقام واحد مريض نفسيا والله أنا مش شايفه غير مرض نفسي هو مريض نفسي موظف موظف هو مريض نفسي أعتقد أنه لازم يبقى في حاجة راح جاب زيت أعتقد زيت سيارات يعني زيت منتهي الصلاة يعني وعملوا بهذا المنظر على الكراسي عشان اسم تقودش أنا مش قادر أفهم والله ما قادر أفهم أنا عايز أفهم والله النفسي بجد يعني والله زميلي في الإعداد نفسي شوف الرجل ده عشوفه عايز أعود معاه هو بجد يعني بحقله يعني عنده قلب طب هو طب إيه يعني ناس جايين يعني هو مش جاي مش قاعد على فكرة بالمناسبة ممكن في حديقة من الحضائق والعيل بيغنوا بيرقصوا بيعملوا بيحبوا بعض أي حاجة الحاجات اللي هم تشوفها عنين وفي الجنين لو أحد العام يكي ده أقول إيه ده رجل عنده بقى يعني شوية مش بالحق طبعا يعمل كده مش بالحق حد يعمل كده دي أماكن عام لكن بقول إيه أنا عنده مبر شاف مثلا منظر مدايق وشاف حد بيعمل حاجات لأخلاق مثلا يعني فقد ألتمس له عزرا أو بعض العزر وإن كان غير مقبول لكن ده أنت في مكان في ناس صوت الألم صوت الآ صوت الوجع صوت الموت رائحة الموت هي اللي قدامك في المكان وجايب تشيل قلبك وتحط مكانه وتجيب زيت وتكبه عشان سنتعودش إيه السادية دي إيه السادية دي زي الرجل زمان من كم أسبوع اللي أقع على كورنيش اسكندرية وجاب نفس الزيت برضو على فكرة على فكرة على فكرة رجل ده من نفس العيلة يمكن أعتقد نفس الاقيد من علة واحدة والله وجاب زيت نفس الزيت اللي هو المنتهي ده وحطه على الناس بتطلع على كورنيش يتمشي وإحنا لما بروح اسكندرية كلنا بروح نتمشى كده على كورنيش نشم رحت اليود وبتاع والله اسكندرية عشيتنا راح جاب زيته راح خطه على الناس كم تقعودش هو عايز يعكر مزاج الناس هو مزاجه كده هو كيفه إنه يعكر مزاجك فمارس سادياته وجاب الزيته راح كابه عشان ينسى تقعودش هو مش عايز حد ينبسط هو مش عايز حد ينبسط هناك في اسكندرية وصاحب ده مش عايز حد يتوجه حد يعني ده جاي بيه ده جاي يعني واحد جاي مرافق لمريض مريض جاي يعني يعني ربنا يشفي مرضانة ومرضة كل العالم نلاقي الراجل بيرمزيت بهذا الشكل شيء مقزز وأنا بقول دي سلوكيات نادرة على فكرة المجتمع محترم ونضيف يعني لحدش يعمل كده إلا إذا كان عنده سادية سادي عنده مرض نفسي ندعو له بالعلاج والشفاء سواء اللي هنا في الأسر العيني ولا اللي في اسكندرية أنا أعرفش في اسكندرية أنا أعطي في اسكندرية هاتي ساعتها برضو ما حدش عبرني والله عشان تبقوا عارفين أنا محافظة اسكندرية ما ردش علينا ولا حي ما عرفش كدبع حي إيه يا أبراهيم كدبع حي بين الرمل والله ما عرفش فين يعني زعناها وشفوها وما حدش قالك يا عم تعلق مش إيه وعتعلق يا عم عشان يعد الموضوع يعني أنت بدل ما تعلق الموضوع هتبقى عمل جدل فأنت أحسن حاجة أعمل نفسك بشو أخد بالك لا أرى لا أسمع لا أتكلم لا أرد عشان تعدي أنا بقول والله إحنا بنقول وبننبه ليس من أهدافنا أو أهدافي على الإطلاق لمنظرة على مسؤول حاشا لله ولا إن أنا أعمل صبق عمري ما عندي هذا الكلام ولا إن أنا أعمل حاجة تعمل ترند والناس تقول الله ينور والله عمري ما أبحث عن هذا أنا أبحث عن نقطة ضوء في أي نفق مظلم أبحث عن كلمة صدق أبحث عن كلمة حق في لحظة صدق أنا أبحث فقط عن أنا لا أريد إلى الإصلاح ما استطعت أنا أتوارى خجلا لما بتكلم على أي مسؤول أنا بابقى مكسوف بابقى متقلم بابقى متداي عارف الناس شغالين بالعافية وبصعوبة لكن ردوا علينا طيب يا أخي يعملها بجميل هردوا والله فعلا دم وضع زيت قذر على كورنيش اسكندرية وده اتعمل بمعرفة الراجل المسؤول عن حي كذا وعقبناه أو عزا وإحنا بنقول كذا كذا يوم ما فيه تواصل يا أخي يا أخي نتواصل مع بعض ما دور الإعلام إن إحنا ننبه الناس والحاجة الحلوة ولا حلو وفي نفس الوقت اللي ما يكون فيه انتقاد مش إحنا يكون ناس من السلطة الرابعة يا سيدي عودة مرة أخرى إلى كوننا سلطة رابعة عين الناس إحنا عين الناس وقلب الحكومة قلب الدولة إحنا قلب الدولة ندافع عن الدولة لا ندافع عن أحد الرئيس نفسه قال ندافع جميعا ونحافظ على الدولة وليس النظام مطي الله نشتغل مع بعض الراجل محافظ القاهرة راجل رئيس جامعة القاهرة الدكتور الخشت قال إنه حل الموظف إلى التحقيق يا دكتور محمد حولوا للنيابة يا دكتور محمد حولوا للنيابة يا دكتور محمد يعني أنت يا دكتور محمد حولوا المستشفى الأوراد العقلية يا دكتور محمد حولوا وأنت يا دكتور محمد يعني رجل يعني رجل ألمعي رجل نابه رجل عالم ورجل فاهم ورجل أصلا يعني لك في الفقه موضع وكلام كيف لمواطن كيف لإنسان كيف لفرد يعمل كده في الناس يا أخي ده إماطة الأزى من الطريق صدقة يا أخي الجهاد كم شعبة منهم إماطة الأزى من الطريق مش ده اللي احنا درسينه وعرفينه لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخيه ما يحبه لنافسه والله أنا عندي حاجات غريبة أجد لو أقاك أنا الأمر بيدي برضي هجيب الراجل ده واجيب مراته واجيب عياله وقال له موعده عزي والله العظيم والله 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 الراجل اللي عمل كده أجيبه أجيبه هو بلاش عياله وعياله وممكن بلاش بلاش لأمراته ولا عياله ملهمش زم على رأسنا من فوق خلينا أجيبه هو لأنه لا تزر وزرة وزرة أخر أجيبه هو ولابس كده فندي محترم ويقعد عزيز أهو في المكان ده يقعد على البقعة اللي هناك دي آه يقعد لو الأمر بيدي والله أنا والله يا دكتور محمد وانتعرف اللي بحبك قديه لو أنا رئيس الجامعة أجيبه أقول له أقعد ونصوره زي الراجل تاع اسكندريا اللي هناك ده اللي كان في الكورنيش اللي معبروه في الغد دلوقتي نجيب الراجل ده وانله أقعده أشيل الزيت ده هو يقعد عليه شيله معلش يعني أنا خرجت عن خرجت عن السياق يعني لكن والله يعني شر بليتي ما يضحك وإحنا ولولا دفعوا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوا خدوا كلامي محدش يزعل وبعدين يا سيدي اللي زل ملحاء يدفل اللي يزعل ملحاء يدفل طلب حق يعمل الكلام لو غلط يتقل غلط يا عم وأنا بعتذر والاعتذر فضيل